بأب أصحاب الزاوية العلوية بمعذكر على تخصيص يوم في الأسبوع للذكر والدعاء لترسيخ رسائل السلم والمحبة في النفوس المزيد من التفاصيل في سياق تقرير غنيا غلمي ونجمة بوكرش هي حلقة ذكر للقرآن الكريم يلتقي فيه الأحبة لذكر ما تيسر من كتاب الرحمن وسط جو ملآه الخشوع والرحمة عادة دائب عليها أصحاب الزاوية العلوية بمعذكر بتخصيص يوم في الأسبوع للذكر والدعاء جمع روحي تعطي طريقة العلوية كله ذكر لا من القرآن لا من سماع لا من الأوراد كله ذكر والشيخ خالبة تونس اليوم راح يحوس بهشيكون يوم عالمي للعيش معنا أبواب تفتحها الزاوية العلوية للتعاون مع الجميع كما هو الشأن مع جمعية ناس الخير التي جمعت العديد في مأدوبة عشاء ترحما على عضويها عادي ويوسف الذين راح ضحية حادث مرور بحضور أفراد من دار العشزة والمسنين ليختم مشيخ الزاوية الجمع بالذكر والدعاء للفقدين أحرضه والسطرة وعاونه في العمال التعا العمال الإنساني الزاوية العلوية اليوم احتضنت هذا اليوم مع ناس الخير بيطالب من ناس الخير جاءوا وطلبوا منها باش يكون هذا اليوم هنا في الزاوية ومن طبيعة الزاوية أنها الباب تحم مفتوح للجميع تقوم بعدة نشاطات تربوية ثقافية اجتماعية وكل شيء هذا يعود إلى تربية النفس إلى تربية المجتمع رسائل سلم ومحبة تحاول الزاوية العلوية ترسيخها في النفوس من خلال معايشة الواقع بمشروع طموح تسعى لتحقيقه وهو خلق يوم عالمي للتعايش معا من أجل نبذ الصراع والعيش بسلام رغم الاختلاف